بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعالي الطيبين والطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم وعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين أتكلم اليوم بسرد السيرة الذاتية السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر والتي يغلب عليها لقب السيدة المعصومة سنتكلم عن نسب والدتها نسبها ووالدتها وبيان ملادتها مع بعض صفاتها طبعا نسب من جهة الأب معروف وهي السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن الإمام جعفر ابن الإمام الباقر محمد الباقر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أمها السيدة تكنها بأم البنين لها أسماء متعددة أو وردت لها أسماء متعددة منها نجمة وأروى وسكن وتكتم وهي شقيقة الإمام علي بن موسى الرضا ولذلك ورد في الشعر ألا أن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إمام يؤدي حجة الله تكتم فسنذكر الآن هو لأم الإمام الرضا وهي أم السيدة فاطمة المعصومة وكانت السيدة حميدة المصفات تقول لولدها الإمام الكاظم يا ابني أن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها ولست أشك أن الله سيطهر نسلها وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا أي أذن كانت جارية للسيدة حميدة المصفات أم الإمام الكاظم وهبتها إلى الإمام ولدت السيدة فاطمة المعصومة في المدينة المنورة سنة 173 على أغلب الروايات وورد أيضا أنها ولدت سنة 183 قول الأول أكثر وضوح وورد أكثر من مرة لأن 183 هي نفس سنة استشهاد الإمام موسى بن جعفر فبالتالي نحن نعرف أن الإمام موسى بن جعفر قضى فترة طويلة في السجن وأرد في الروايات أنها قد تصل إلى 14 سنة حتى وإن كانت هذه الفترة ليست مستمرة متقطعة ولكن ما لا شك فيه أن الفترة الأخيرة منها والتي قضى فيها مسموما في سجن سندي بن شاهك هو انتقل من سجن في البصرة إلى سجن آخر في بغداد ومنه إلى سجن فضل بن ربيع ومنه إلى سجن سندي بن شاهك فهذه الفترة هي بالتأكيد أطول من سنة فيستبعد أن تكون 183 لأكثر قولا هي 173 وفاة السيدة المعصومة سنة 201 بعد أن أخذ الإمام أو طلب الإمام الرضا صلى الله عليه عليه للمثول إلى مارو ومنه إلى المأمون عليه لعان الله وسيدة المعصومة التحقت بأخيها ولكنها لم تبلغه وحصل ما حصل في بحيرة ساوة من قتال قتل فيه عدد من أولاد الإمام موسى بن جعفر ومن ثم تمرضت السيدة ونقلت إلى دار موسى بن خزرج في قم الأشعري وهناك توفيت لا يزال في قم محرابه التي كانت تصلي فيه وقيم عليه مسجد ويزوره الناس إلى الوقت الحاضر صفاتها السيدة فاطمة المعصومة سؤال قد يتبادر إلى الذهن الإمام موسى بن جعفر له عدد كبير من الأبناء والبنات لماذا السيدة فاطمة المعصومة أنا قرأت في هذا الباب وكنت قبل في محاضرة سابقة بيّنت أنه لماذا يتميز بعض الأشخاص الميزة الأولى طبعاً هي ميزة النص إذا ورد في هذا الشخص نص من معصوم فبالتالي هذا من شأن أنه يشير إلى هذا الشخص الميزة الأخرى أو السبب الآخر لذكر شخص ما عدد معصومين هو ما يسمى بسيرة المتشرعة يعني السلف الصالح من العلماء والفضلاء ذكروا له مقامات فما يكاد يكون شبه تواتر على هذا الشخص فتظهر قيمته السبب الثالث هو ما يسمى بباب الاحتياط يعني لم يرد ما يشين ذلك الشخص فمن باب الاحتياط وخصوصاً إذا كان هو من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله أو قريب منهم فمن باب الاحتياط عدم ذم هذا الشخص وبالتالي إعلاء مقامه هذه النقاط الثلاثة تنطبق على سيدة فاطمة المعصومة بل إنها تتجاوزها لأن النصوص أكثر من نص ورد فيها نص عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم ونص عن الإمام الرضا ونص عن الإمام الجواد والنص عن الإمام الجواد هو الذي وردت فيه كلمة المعصومة أنا قرأت كتاب يتكلم عن أسباب لماذا سميت من معصومة فيتكلم عن ثلاثة أسباب أنا بالحقيقة أذكر الأسباب مع كما هي وللمستمع أن يحكم الأول أنه لما كان عمرها بهذه السيدة عمرها يعني 28 سنة في إيران هذا الكاتب يقول أطلق عليها الإيرانيون حقر النص حتى لا أدخل بالإشكالية النص أطلق عليها الإيرانيون معصومة فاطمة أو معصومة قم لأنه معصوم بالفارسية وأنا لا أعرف الفارسية تعني البريء ويوصف بها الطفل البريء فيكون بذلك إشارة إلى طهارتها وصفاء روحها ونقائها هذا ورد في الكتاب الثاني هو إلى طهارتها وعصمتها من الذنوب وهذا أيضا يدخل في مبحث العصمة وهو المبحث كلامي كبير لا أريد أن أدخل فيه ولكن ممكن أن أشير بعد هذه المقدمة إشارة بسيطة إلى هذا الموضوع والسبب الثالث كما ذكرنا هو كونها وردت في نص للإمام الجواد ويذكرون أن التجاءها باعتصامها بأهل قوم أيضا يذكرون سبب على كل أن هذه الأسباب هي لماذا سميت فاطمة المعصومة نعم يعني بالكتاب هذا يقول إيرانيين يسموها معصومة قوم يعني كأنما هي البريئة أو الطاهرة أو صافية الروح بهال منطق يعني ما يشيرون إلى معنى العصمة بما نفهم إحنا من موضوع العصمة نعم على كل لأن مفهوم العصمة كما تعلمون مفهوم واسع ومفهوم ورد لمختلف المذاهب الإسلامية يعني ما مختص ب الشيعة شيعة أمير المؤمنين أهل الشيعة أهل البيت ما مختصين بموضوع العصمة نعم شيعة أمير المؤمنين ذكروا معنى للعصمة لم يذكره الآخرون ولكن ولكن الكل متفقين يعني عند المذاب الإسلامية مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم في موضوع التبليغ غير التبليغ عندهم ما معصوم ممكن ينسى ممكن كذا ممكن حتى يروح أكثر من هذا مثل ما سامعين أنتوا في قصة الغرانيق وإلى آخره على كل مرة ندخل فيه هذا بس هما عندهم الرسول معصوم ولكنه معصوم في التبليغ فقط طبعا رد على هذا الكلام يعني حزوره لأنه أنا اش مدريني هذا اللي جاب لي يا هذه مجارات مع كلامهم مع عدم اعتقادي به اش مدريني أنه هذا اللي جاب لي يا الآن هو هو تبليغ لو مو تبليغ كان أساسا أساس وحدة من من عناصر قوة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أنه كان في الجاهلية في عصر الجاهلية يسمى بالصادق الأمين فبالتالي ما عرفوا عنه الكذب ولا عرفوا عنه الخيانة فلما انجاهم وقالهم أنا رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا له يعني كذبوا عنادا وإلا عقلا المفروض ما يكذبوا فنفس الشيء فعد المذاهب الإسلامية موضوع العصمة موضوع مختلف فيه وحتى عند بعض متكلمي المعتزلة ومعتزل متكلمي شيعة قسم من عدهم طبعا أكو كلام آخر ما ندخل به وتيارات والآن آراء ما هو موضوعنا لكن أكو من يقولون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة اختصاص الرسول بالنبوة ولكن في مبحث العصمة رسول الله والأئمة معصومون من الذنوب العمدية وليست ذنوب الخطأ والنسيان وهذا موضوع أيضا فيه كلام وفيه رد على كل إحنا عقيدتنا حتى ألخص ما أطلع هو عن الموضوع السيدة المعصومة عقيدتنا في أنه عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين صلى الله عليه مجمعين هي عصمة عالية بثلاثة درجات يعني عصمة من الدرجة الأعلى عصمة من الأفعال وعصمة في الأقوال وعصمة من التفكير تسمى يعني العصمة الحقيقية والعصمة الجنانية العصمة من التفكير بالخطأ يعني أما مرد هذه العصمة أيضا هو موضوع كبير أنا قرأت اليوم عليه كثير في موضوع التحضير لهذه المحاضرة لأنه كان أكفر النقاش خلال الأيام الأخيرة مع بعض الأخوة في موضوع العصمة وين محطوطة وين حدودها وإحنا وين نوقف وإلى آخره مواذة فقصد قريت علي أنه حتى هذا الموضوع موضوع العصمة وحدودها أقول أنه موضوع فيه فيه كلام فيه اختلاف ولكن اعتقادنا أن عصمة أهل البيت هي عصمة جنانية أي أنهم ليس فقط لا يعملون المنكر ولكن لا يفكرون في عمله هناك دراسات في موضوع هل أن الإمام المعصوم هو أو النبي كذلك هل هو قادر على فعل الخطأ الذنب أو غير قادر لأنه إذا قلنا غير قادر على فعل الذنب ما صار صار ما لفضل اللغة الفضل ليش لأنه غير قادر على فعل الذنب فبالتالي ما يسوي مثل ما أنت تطلب من شخص ما قدرت أن يشيل 10 كيلوغرام ما نقول يشيل 20-50 كيلوغرام ما يقدر يشيل هون تهى الموضوع خلاص الاعتقاد عندنا في هذا الباب كما ورد على أكثر من مصدر ولكن نأخذ مثال سيد محمد حسين طباطبائي صاحب تفسير الميزان يقول أنه العصمة في هذا الباب هي لطف من الله يعني المعصوم هو قادر بدنيا تركيبيا قادر على فعل الذنب ولكنه لا يفعله فأحسنت فبالتالي أنه يرجعون مرتلغ يسألون سؤال لأن هذا مبحث يدخل في موضوع الجبر والتفويض إلى آخره يسألون سؤال آخر أنه طيب ليش هؤلاء الأشخاص معصومون وليش غيرهم ما معصوم لأنه إذا هو الموضوع لطف من الله زين والله عادل ليش ما انطى هذا اللطف لفلان وفلان وانطى إلى آخرين فهنا يجي تجي مرتبة العلم يفسرون أنه يمتنعون طوعا عن فعل الذنوب لأن لهم من العلم ما يمنعهم عن ذلك الآن أي واحد من عندنا يذكرون مثال يذكر مثال سيد الخوعي يذكر أنه إذا كان طعام فاسد فأنت تقدر تأكل هذا الطعام فيزيويا تقدر لكن نفسيا تقدر الجواب لا ليش لعلمك بأنه هو ضار ولرؤيتك لحقيقة قبح الذن أو حقيقة قبح الطعام بالنسبة للأئمة لحقيقة قبح الذن فبالتالي العلم اللي موجود عنهم يمنعهم من فعل والله سبحانه وتعالى يضفي على ذلك رحمة منه وكل ما لنا وكل ما للأئمة ولرسول الله وكل رحمة من الله لأنه هو المتفضل الحنان نكتفي في هذا الموضوع في هذا لموضوع العصمة ولكن أقول فيما يخص السيدة فاطمة المعصومة أن عصمتها ليست بما يسمى بالعصمة الواجبة يعني ليست في درجة عصمة الأنبياء والأئمة المعصومين هي عصمة تسمى بالعصمة الفعلية ما المقصود بالعصمة الفعلية طبعا في كتاب قرأت اليوم يصنف العصمة إلى سبع مراتب على كل ما أرد أدخل بها بس أرد أدخل فقط في عصمة الفعلية لأنه كان السؤال هو عصمة السيدة زينب صلى الله سلام عليها أو عصمة أبو الفضل العباس أو عصمة علي الأكبر مثلا يعني درجات الجواب الجواب أنه هي عصمة فعلية عصمة منعكسة على الأفعال عصمة بدرجة لم يرى منهم أو لم يفعل الذنوب ولكن في المراتب العليا اللي قلنا أنه تصعد إلى العصمة الجنانية هذا أحنا ما نعرف بي أنا شخصيا متكلم مع ربي وبالتأكيد اللي أعرف ومتأكد منه ويقيني وعقيدتي وكذلك ما يرد هو أنها ليست بدرجة عصمة رسول الله والأئمة فبالتالي لقب المعصومة لقب للعصمة فعلية ليست بمرتبة العصمة الواجبة وعصمة الرسول والأئمة ولكنها مرتبة عالية أيضا حتى في زيارة اللي وردت أنه يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فأن لك عند الله شأنا من الشأن هذا الشأن من عرف الشأنه ولذلك لمنزلتها ومرتبتها عند الله أعطيت الشفاعة لأنه كما ورد لذكر القاضي نور الدين تستري في كتاب مجالس المؤمنين عن الإمام الصادق صلى الله عليه أن لله حرم وهو مكة ألا أن للرسول الله حرم وهو المدينة ألا أن لأمير المؤمنين حرم وهو الكوفة ألا أن قم الكوفة الصغيرة ويذكر الحديث أن فيها أمرأة من ولدي اسمها فاطمة بن تموسى تدخل في شفاعتها شيعة الجنة بأجمعهم فبالتالي هذا النص الأول نص الثاني عن الإمام موسى بن جعفر ليس بشكل مباشر ولكن ذكر السيد نصر الله المستنبط في كتاب كشف اللآلي لابن العرندس الحلي ذكر موضوع أن جمعا من الشيعة كانوا وردوا إلى المدينة وكان عدهم أسئلة إلى الإمام موسى بن جعفر وكان الإمام خارج المدينة فبالتالي اغتموا الشيعة لأنه يعني هم يريدون نشوفون إمامهم هم يريدون نسألوا الأسئلة فكان من السيدة وكانت في ذلك الوقت صغيرة السن طفلة يعني فاطمة بن موسى بن جعفر أن طلبت منهم يعطوه الأسئلة وأنطتهم الأجوبة وفي طريق رجعتهم شافوا الإمام موسى بن جعفر وقلوا لأحنا هالشكر رحنا وكذا واجتنا هذه الأجوبة فلما نقرأ الأجوبة قال فداها أبوها وهذا الكلام كبير من معصوم كلام كبير نعرف أن الإمام معصوم لا يكذب لا يجامل لا يبالغ فبالتالي فداها أبوها كلام يعني ينطيء للسيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر السيدة فاطمة المعصومة مقام عالي وفداها أبوها تذكرون ذكرنا في موضوع آخر أو قصة أخرى وهي للسيدة فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم عندما انطت العقد تصدقت به ولما عرف رسول الله صلى الله عليه وعليه قال فداها أبوها ثلاث مرات في موضع السيدة فاطمة الزهراء فإذن هذا فيما يخص القابها الآن فيما يخص واقع الحال في قوم الأخوة الكثير منكم سواء اللي عاشوا في قوم أو اللي زاروا وقوم يعرفون أنه اللقب الأكثر شهرة بعد المعصومة هو كريمة أهل البيت أنا أنا ليس في موضع ذكر الكرامات كرامات كثيرة جدا وأكاد أقول أن ما لم يذكر أو ما لم يدون من كراماتها أكثر بكثير مما ذكر أو دون فهي ملجأ المحتاجين وكثير من القصص على كل موجودة في هذه لكن أكو فرد موضوع أو فرد قصة لطيفة للسيد محمود المرعشي النجفي والد السيد شهاب الدين المرعشي المرجع وهذا سيد محمود ذكر فرد قصة أنه أراد أن يتشرف وهذه يعني قصة واقعية حصلت أراد أن يتشرف برؤية الإمام صاحب العصر والزمان وكان المتعارف واللي لا يزال أيضا إن شاء الله الله يوفقنا ويوفقكم أنه أربعين ليلة أربعاء في مسجد السهلة و كان كل ليلة يروح إلى كل ليلة أربعاء يروح إلى مسجد السهلة في الليلة الأخيرة حظية بشرف لقاء الإمام المعصوم شلون ما مذكور فقل الإمام المعصوم إمام صاحب العصر والزمان عليك بكريمة أهل البيت فظن سيد محمود النجفي محمود المرعش النجفي أن المراد بكريمة أهل البيت هي السيدة الصديقة فاطمة الزهراء فقال لأنه كان الهدف من هذه الأربعين ليلة أربعاء أن يريد يندل يسأل الإمام صاحب العصر والزمان عن موضع قبر السيدة فاطمة الزهراء فلما سأل الإمام قال عليك الإمام بعد مباشرة قال عليك بكريمة أهل البيت سيد محمود المرعش ظن أن الإمام يشير إلى السيدة فاطمة الزهراء فقال جعلت في ذاك إنما توسلت لهذا الغرض لأعلم بموضع قبرها وتشرف بزيارتها كان هذا هدف فالإمام صاحب العصر والزمان أشار جاوبه قال مرادي من كريمة أهل البيت قبر السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في قم فإذن يعني من واقع هذه الزيارة طبعا موجود المصدر معلت هذا الكلام ذهب السيد محمود المرعشي إلى سفر من النجف إلى قم وتشرف بزيارتها وهذا ذكر لمقام السيدة فاطمة المعصومة الآن هل كان الموضوع هو موضوع انتساب فقط لا مثل ما قلنا الدرجات هي تأخذ بالعلم فسيدة فاطمة منت الإمام موسر بن جعفر كانت عالمة ومحدثة وحدثت أحاديث مهمة عن أبائها الطاهرين منه الحديث الشهير يسمى حديث الفواطم هذا فرد حديث لطيف منقول عن الفواطم هذا ورد في كتاب للحافظ شمس الدين محمد بن محمد جزري الشافعي متوفر في سنة 318 هجرية ذكر عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا عن فاطمة وزينب وأم كلثون بنات موسى بن جعفر عن سيدة فاطمة المعصومة عن فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق عن فاطمة بنت محمد بن علي الباقر عن فاطمة بنت علي بن الحسين عن فاطمة وسكينة بن تاء الإمام الحسين عن أم كلثوم عن فاطمة الزهرة هذا حديث الفواطن أنها قالت أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غديرهم من كنت مولاه فعلي مولاه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى تأكيد لهذه الحديثين المهمين وإن شاء الله في يوم من الأيام سنتكلم عن هذا حديث المنزلة إلى فرد تدبر وتفسير كبير جدا يعني بحوث متفرعة من كوني أنت مني بمنزلة هارون من موسى بحوث كثيرة هذا قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله هذا وهذا أيضاً ورد ورد للسيدة فاطمة المعصومة أيضاً ورد حديث آخر عن السيدة فاطمة بن بنت الامام موسى بن جعفر أن رسول الله لما سقط الحسين من بطن أمي وكنت وليها عن صفية بنت عبد المطلب الكلام آخر شيء لما سقط الحسين من بطن أمي وكنت وليتها قال النبي يا عم هلمي إلي ابني فقلت يا رسول الله إنما لم أنظفه بعد فقال يا عم أنت تنظفيه بمعنى أنت تنظفيه استفهام أن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره وهذا الموضوع أيضا الكلام في ذكر أن السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر كانت من محدثين بحديث مهمة عن آبائها وعن المعصومين الآن أكو موضوع آخر أريد أختم بالكلام اليوم وهو سؤال لماذا لم تتزوج السيدة فاطمة المعصومة تعرفون أنه يعني برواية مئة وثلاثة وسبعين معناها استشهدت تقال أنها استشهدت مسمومة بالمناسبة وحدة من الروايات أو أصيبت بمرض في ساوة على كل وفاتها كانت سنة مئة وواحد يعني 28 سنة لماذا لم تتزوج بل العام من هذا لماذا لم تتزوج كثير من بنات الإمام موسى بن جعفر الآن الروايات تذكر كثير من الأسباب محدث القمي في تاريخ قم قال أن الرضائية لم يزوجوا بناتهم لعدم الكفء لهم وكذلك للإمام موسى الكاظم 21 بنتا لم تتزوج إحداهن وكان هذا سائرا في بناتهم وقد أوقف الإمام هذه في رواية المحدث القمي أوقف الإمام محمد بن علي محمد الجواد بن علي الرضا قرى في المدينة لأخواته وبناته التي لم يتزوجن وكان يرسل نصيب الرضائية من منافع هذه القرى من المدينة إلى قم سؤال آخر فيما أجاب موضوع آخر فيما أجاب الإمام الكاظم عليه السلام هارون الرشيد عندما أسأله طبعا كل واحد من هاي الكلام اللي أرحى ذكره إلى الأسانيد مالتين لماذا لا تزوج النسوان من بني عمومتهم وكفاءهم قال الإمام موسى بن جعفر اليد تقصر عن ذلك فما حال الضيعة قال تعطي في وقت وتمنع في آخر كأنما الإمام ذكر فرد سبب قد ما يكون هو كل السبب ولكنه جزء منه أو حتى قد يدخل في باب التقية أيضا من الأسباب التي وردت هي الضغوط والممارسات التعسفية التي كانت السلطة العباسية تنتهجها تجاه الأئمة وشيعتهم فما كان أحد ليجرأ ليتقدم إلى من الإمام لطلب كريمته الرواية الأشهر في هذا الباب هي أن الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم جعل أمر زواج بناته لموكول للإمام علي بن موسى الرضا هذا من الثابت فبالتالي ما حصل أنه لم تكن هناك زيجات وخصوصا للسيدة فاطمة المعصومة الكاتب هنا يشير إلى حادثة أخرى وهي حادثة أنه لما جاء ابن أخي الإمام الحسن يعني الحسن المثنى لما جاء إلى الإمام الحسين وطلب إحدى بناته قال عليك بفاطمة بنت الإمام الحسين وقال وأما سكينة فإنها لا تصلح غلب عليها الاستغراق مع الله فلا تصلح لرجل فالكاتب يستشهد بحال السيدة سكينة في موضوع حال السيدة فاطمة المعصومة في موضوع الاستغراق مع الله فإذن نستخلص من هذا الكلام مع تحفظ للبعض الأخوة نستخلص من هذا الكلام أن الموضوع هو موضوع روائي وليس موضوع قطعي هذا الموضوع هو ليس موضوع عقائدي يعني إذا كان هذا الكلام أو غيره أو قد يكون كلام آخر الموضوع ليس عقائدي الموضوع روائي لا يستوجب الاستنكار والتاريخ نحن نعرف أنه ظلم أهل البيت وظلم كتب بيد أعدائهم فبالتالي ظلمهم وضاع منه الكثير نقول في النهاية كما ورد في الزيارة السلام على سيدتنا ومولاتنا فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر السلام عليك يا سيدتي اشفعي لنا في الجنة فأن لك عند الله شئنا من الشئ ونسأل الله جلت قدرته أن يمن علينا بزيارتها في الدنيا شفاعتها وشفاعة آبائها المعصومين وشفاعة أخيها الإمام الرضا وأبنائه المنتجبين أنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وآله الطاق